خلاص هنرجع نصور فيديو الثاني بإذن الله. تمحدد من اول تسعة نص تسعة. اللي هو خلاص لازم استكرر مع مدرس. لو انا بجرر ما بين مدرسين اوقف الكلام ده. وهحاول خلاص اكمل مع مدرس اللي انا عايز اكمل معه. عشان برضو ما يحصلش تشتيت. انا كنت حاطت الليمت اللي هو خلاص. اخري نص تسعة. دي الجزئية الاولانية. الجزئية اللي كنت افكر فيها. وهي اخلي ايام الاجازة عندي قد ايه. الناس بتقول لك مثلا ان انا كل يوم انزل دروس. ان انا ما احط اجازة خالص. اه كل يوم درس. انا واحد من الناس اللي كنت محدد يومين اجازة. ولو في يوم تالت اقدر اعمله كنت هعمل كده. بس اللي قدرت اوفره هو يومين. ويومين وراء بعض. مهم جدا انك تعمل ايام اجازة. انت دلوقتي مش تحس بالموضوع ده اللي هو انت انت مضغوط ان انت لأ انت محتاج ان انت اجازة. لا انت شايف ان الدنيا عادي. كل يوم درس وعندي وقت هزاكر والكلام ده كله. والموضوع بالنسبة لك كده لا هو ده الافضل. لا. هتيجي مع نص السنة هيحصل ضغط جامد. هيحصل ان انت لأ محتاج اجازة. المدرسين هعملوا امتحانات مع مدرسين تانيين هيحاولوا يزوقوا في المنك شوية. فانت حاول على قد ما تقدر تحط لنفسك لو في ديك الموضوع ده. انك لازم تعمل يومين اجازة. لو اكتر من كده تلات يام يبقى كويس جدا. والايام دي تبقى وراء بعض. دي الجزء الاولانية. الجزء التاني بالنسبة للدروس حاول على قد ما تقدر انك تخلي دروسك يا اما بالنهار قوي. يا اما مسلا في نص اليوم. لكن ما تخليش في اخر اليوم. ليه بقى? لان انا كنت محدد مع نفسي زي ما قلت لك في الاساسيات. ان انا كنت بذاكر الدرس اول ما بروح على طول. فانا لو خليت مسلا الدرس بتاعي بيخلص ساعة عشر بالليل. فانا مش هلحق ان انا اروح مسلا اذاكره والكلام ده كله. انا دايما كنت محدد مع نفسي اللي هو لأ انا عندي اساس مسلا بعمله. يبقى خلاص ارتب المذاكرة بتاعتي او ارتب الدروس بتاعتي. بعيس ان انا اول ما ارجع فعلا اقدر اذاكر او اقرأ واحل الحاجات الل انا لسه واخده عشان تثبت في دماغي. دي حاجة مهمة جدا. انت الموضوع فعلا مهم بنسبة مية في المية. وهتذكروا اليوم اللي بعد كده الدرس فعلا بيببخر من دماغي حتى لو انت فاهمه ومعلمه بشوية نقطة. فحاول على قد ما تقدر تهتم بالنقطة دي لان النقطة دي مهمة جدا. عنك اللي امت رفقوا زي قبل كده ان انت تحاول على قد ما تقدر تكمل مع المدرس اللي انت فاهم معي. ولو في مدرس انت معاه من قوله وتاني سانوي كمل معاه في تالتة. ما تقلقش. تسيبك من حوار المدرسين المشهورين اديك انت شفت الوقت اهو. القرار الجديد ده بيين لنا حاجات كتير. ان في مدرسين قال لك بدل ما هشرح مش عارف ايه هشرح ايه. عشان بازة مش عايز اقول لأسامي المواد انت اكيد في انت قصدي. فهي الفكرة في ايه مفيش مدرس متميز عن مدرس. هي بيبقى رزق. هو ربنا رزقه في حاجة معينة. لكن المدرسين كلهم بيعرفوا يشرحوا. المدرسين كلهم بيعرفوا يوصلوا المعلومة للطلبة. بس كل وا بيشوف المدرس اللي هو قريب معي. اللي هو يعني قريب منه. لكن فكرة المادة العلمية نفسها لا اهم كلهم واحد. ما فيش واحد هيبقى مميز عن التاني. ممكن الخبرة بتبقى في الاخر. اللي هو اه حد عنده خبرة في الاسئلة. وفي النظام الجديد ما خلاص. ما بقاش حد عنده فيه خبرة خلاص. انت بتحول على قد ما تقدر انك تكتهد. وانك انت اللي تحل كتير وتحاول تقرب من اسئلة الامتحانات. لكن دلوقتي ما فيش حد بيقدر يقول لك انا خلاص الملزمة دي هي اللي مش يخرج عنها الامتح كلام ده كان زمان. للوقتي ما بقاش في الكلام ده. فحاول على قد ما تقدر تختار المدرسين. اللي بالنسبة لك انت بتقدر تفهم منهم. دي يجي طبعا الجزء اللي بعد كده وهي للمذاكرة نفسها. انا واحد من الناس اللي ما كنتش بقرأ اصحى تماما من الفجر. يعني تقول لي طب انت كنت بتصلي فيها كنت تصلي وانا متاني. وخصوصا في الشتاء. فحاول على قد ما تقدر عشان دي نقطة مهمة جدا. انك تحاول لو انت عايز تصحى من الفجر. ان المذاكرة في الوقت ده مهمة ج جدا. ان انا مسلا ما بقاش في حاجة معطلاني. ما بيبقاش فيه مسلا صحابة يبعتوا لي حاجة على مبويل. ما فيش حد مسلا آآ هيشغل تلفزيون جنبك هيشغل اي حاجة جنبك. انت لوحدك تماما الناس كلها نيمة. هتصلي الفجر وتبدأ تزاكر. آآ الدنيا كلها و وغير كده اصلا العقل في الوقت ده بيبقى نشيط. بيبقى انت اي معلومة انت هتزاكرها هتحس ان هي تدخل على طول دايركت. مش محتاج ان ان انت آآ تعيد عليها مرة واتنين وتلاتة عكس المواد التانية. عكس قصدي الاوقات التانية. اللي تبقى مسلا في نص اليوم او في اخر اليوم. انت دي حاجة ربنا خلقها فينا. ان احنا في اول اليوم استعبنا بيبقى اعلى. عكس ما اخر اليوم انت لو حاولت تحصل حاجة. عكس ما بتحصلها مسلا في اول اليوم. الموضوع يبقى مختلف تماما. انت مش تقدر تحصلها زي ما كنت بتحصل من اول اليوم. فهو احنا يومنا بيبقى ماشي كده. هو دي الساعة البيولوجية بتاعتنا. يومنا بيبدأ من بعد الفجر. فحاول على ده ما تقدر تتمرن على الموضوع ده من دلوقتي لان في الشتاء او في الوقت البعد كده هتلاقي الموضوع صعب لو انت مش متعود عليه صعب انك تصحى في الساعة وتصحى في الشتاء واسحى ذاكر وتخصب على نفسك وتلاقي نفسك اصلا صحية ارفوق لكن انت دلوقتي لو عودت نفسك هتلاقي الدنيا لذيزة هتيجي في الشتاء هتلاقي نفسك خلاص بقى انت متعود بي حاجة انت روتين انت حاجة عملتها اا كنت بتعملها قبل كده فهتصحى في الشتاء عادي هتلاقي اوتوماتيك انت بتصحى. فحاول تمر لنفسك على الموضوع ده من دلوقتي. عشان الموضوع ده مهم جدا. حاول على قد مطالب تخلي المواد اللي بتتفهم او المواد اللي انت بحاس ان محتاج مجهود اكتر ماك تفهمها تبقى في اول اليوم. والمواد اللي هي بتبقى محتاجة حفظ تخليها في اخر اليوم. حاول تمشي على النظام ده لقيت ان انت مرتاح فيه. اه انت اوتوماتي يعني مفروض ان انت هتحس ان انت مرتاح. لانه هو طبيعي ازا ما قلتلك في اول اليوم استعابك بيبقى اعلى. فحاول تخلي المواد اللي هي محتاجة فيهم زي الفيزياء مادة زي الكيميا. اه مسلا بالنسبة للادب المواد اللي محتاجة فيهم تخليها في اول اليوم. اللي هو بحيس ان انت تتحصلها بشكل احسن. وانا كنت معا عن حاجة زي دي او حاسب بحاجة زي دي كانت كويسة. اخر جزء اي هتكلم عليها وطبعا انا فيه طبعا الايام اللي جاي هتكلم على المواد بقى بالتفصيل كل مادة والفيزياء تتزاكر ازاي والكيميا عشان حواراتهم كترت والاحياء والمواد اللي جاية دي كلها. بس في نقطة انا عايز اقولها لك. وهقولها لك في كل فيديو هتكلم فيها على مادة معينة. انت جواك لو حطيت ان مسلا في حاجة صعبة او ان في حاجة صعوبة مسلا او حاجة فيها مسئولية او اي حاجة هتحس ان الموضوع صعب عليك. لما النقطة دي انا عيدها مرة اتنين وثلاثة لان انا حصلت لي في حاجات كتير ولسه والله من قريب كنت بعمل حاجة مسلا كده معينة مالهاش علاقة بالموذاك الحاجة معينة يعني كنت بعملها. شغل معين كده كنت بعمله. فانا مستسعى بحاجة معينة. فكنت بتكلم من حد اكبر مني يعني بشوية كده. ولقيته بيتكلم على الموضوع بحاجة حاجة تفهي يعني حاجة سهلة. هي بس تفاصيلها كتير بس هي حاجة سهلة يعني. لما عادت معا واسميات كلامه والكلام ده كله. لقيت فعلا واحدة واحدة ان انا بقيت استهي في الموضوع اللي انا بقيت اعمله ده. يعني الشغل اللي انا بعمله ده. ان الموضوع فعلا سهل. بقيت افكر بنفس التفكير اللي هو بيفكر به. فحاول على قد ما تقدر مش تكني عنفسك بحاجة فعلا فعلا الموضوع سهل. الموضوع مش صعب. وتقتنية بحاجة زي دي. الفيزيا لأ. الفيزيا لذيذة. الكيمياء. عارفك انا مش الموضوع مش هزار. موضوع بجد. انا فعلا موضوع ده حصل معي. من فترة كنت فعلا في حاجة كنت حاسنية صعبة. لما قعدت مع الله اكبر مني ده واسمعته والكلام اللي هو بيقوله. حاسن ان الموضوع سهل. من كلامه ومن يعني حتى هو ما قلش على طريقة طريقة نسا يعمل بيه. لا هو بيتكلم ان بعمل كزا وبعمل كزا وبعمل كزا والدنيا سهلة والدنيا لزيزة. وفعلا بدأت تفكر زي ما هو بيفكر ريكت الموضوع لزيز. فهي من طريقة تفكيرك انت. عقلك هو اللي بيتحكم في السنة دي. الدنيا تبقى سهلة عليك ولا الدنيا تبقى صعبة. فحاول عد ما تقدر تدخل جوك ان الدنيا سهلة. مش تبص ان ده مسلا فهمها او تبص لزميلك لان انا عارف الاحساس ده. تبص لزميلك اللي فهم حاجة انت شايفها صعبة. ان هو عبكري. وان ان انت تبدأ مسلا تريح عقلك. خلي بالك برضو انت مرة مع مرة لو استسهلت ان ان انت ما تسألش او ان انت تحاول تفهم. المسألة دي جات ازاي? وتحلت ازاي? هتلاقي نفسك واحدة واحدة خلاص عقلك هيبطل يفكر. عشان برضو في ناس ما بتاخدش بالها من النقطة دي. عقلك هيبطل يفكر ازاي دي جات. فحاول انك تستخدم عقلك. عشان زي الناس كده اللي بتحسب. مثلا واحدة واحدة كده وما بيستخدمش دماغه. ان انا مسلا احسب ديف ديف كام او اه عمليه الجامع او عمليه الطرح ما ما يستخدمش دماغه. بيستخدم الالة لحسبة. واحدة واحدة وما بيبقاش عارف يحسب. يجي مسلا يشتري حاجة او يعمل حاجة ما يعرفش يحسب. هي هي كده برضو. هي اوتوماتيك كده. في المسائل او في الدروس. انت ريحت عقلك ان انت متفكرش ازاي دي جات او ازاي مسلا ديت حلت او كده. انت واحدة واحدة هتيجي في نص السنة انت فعلا مش قادر تفهم. فحاول على لقد ما تقدر تتعب عقلك من دلوقتي. تستخدمه. واحدة واحدة هتلاقي الدنيا سهلة بازن الله. النقطة دي مهمة انا طولت فيها شوية. بس هي مهمة. حاول في كل المواد تعمل ان تستخدم عقلك في فهمك للدروس. ما تريحش عقلك تماما. كده طبعا نكون وصلنا الاخر الفيديو. حد عنده اي مشاكل. الانستجرام انا بس اقول لك لينك الانستجرام او الكومنت عندي. هتلاقي تحت الفيديو على طول. اه حاول تكلمني لو فيه اي مشكلة معاك. وانا برد على كل الناس. في ساعات بابقى مضغوط. ساعات فيه رسال ما بتوصل ليش ناس كتير يكلمتني. ما بعرفش رد عليهم لان فعلا رسال ما بتوصل ليش. بس انا خلاص الدنيا ان شاء الله تبقى احسن الفترة اللي جاية. حد عنده مشكلة يكلمني وان شاء الله نحلها مع بعض. واخبروا اننا فعلا اصبحنا شباب المستقبل. واننا دارسنا وعملنا وابرقنا وارعدنا ابطالا. لمعت عيوننا وانتفضت ايدينا بالعزم والكد والجد. كبرنا على التحدي واسرنا على النجاح للتمني. نملك الخيار وخيارنا الامل. صحيح تعب وتحديات كثيرة. لكن في يوم تخرج زانة الافراح. وعلى وجوه اهلي بان ارتياح. امي وابي بفخر واعتزاز. عينهما تلمع والبسمة والضاح. فابذل الجهد وترك اثرا. فالنجاح نصيب لمن لا عزيز. وي دي دي دي.